السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة تصنعيها بنفسك لتعليم الكروشي والاعمال اليدوية نهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل مفرش كروشي وحدات او هنشوف طريقة عمل الوحدة المربعة مع بعض متعددة الالوان وجميلة جدا وسهلة جدا معايا الخيط ده يعني هو ده خيط متوسط للسمك استخدموا اي خيط انتو عايزينه وفيع او متوسط او سميك والخيط اللي معايا ده هو خيط هيمالايا افريدي سوبر لوكس طبعا الوحدات دي تمشي صيفي وتمشي شاتوي الابرة بتاعتي هنا رقم اربعة ملي متر بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط الوحدات دي تنفع مفرش سرير كوفرت اطفال او شال نشتغل كده عقدة البداية في الاول وبرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل هبتدي اقفل على الخمس سلاسل دول بحيس ان انا اكون بهم حلقة هروح كده على السلسلة الاولى بدخل وبخرج من الحلقتين اللي عندي وبرتفع تلات سلاسل باعتبارهم عمود بلف وبالف الخيط على الابرة وباشتغل كده العمود رقم اتنين وكده العمود رقم تلاتة الدول الاول كله اعمدة بلف وبلف الخيط على الابرة وبعد الاعمدة نأتي كده الرابع والعمود رقم خمسة ومشي بنفس الطريقة كده مشيت بنفس الطريقة لحد ما وصلت الستاشر عمود بلف نتأكد كويس جدا من العدد بتاع الدور الاول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر تمام كده اول تلات سلاسل بنعتبرهم عمود بلف ونقفل هنا في اول تلات سلاسل دول بعد واحد اتنين وبدخل في التالتة وباشتغل ورزة منزلق وبس انا كده خلاص خلصت شغل باللون ده باشتغل سلسلة وبقص طرف الخيط يعني سيبوا تقريبا اتنين تلاتة سنتي خمسة سنتي بالكتير قوي ودي طرف الخيط معايا هاخدو دلوقتي تحت الغرز بتاعة الدور رقم اتنين هنبدأ الدور رقم اتنين بلون تاني طبعا لو حابين تشتغلوا كل ده بنفس اللون هيمشي ادي اللون التاني كلها خيوط هيملايا افريدي سوبر لوكس ببدأ من اي مكان ما بين اي عمودين ده هيبقى شغلي في الدور التاني ابدأوا من اي مكان ما بين الاعمدة بالشكل ده بندخل بالابرة او كده واضح وباشتغل عقدة البداية يعني انا بعد ما بدخل بالابرة عقدة بداية بالشكل ده وبس كده نبدأ كده امننا طرف الخيط ونبدأ شغل برتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وبعتبرهم عمود بلفة وهنا هشتغل كلاستر في نفس المكان بدخل وباشتغل عمود تاني يبقى انا كده علشان بس طبعا ده في بداية الدور اشتغلت عمودين لكن هنشتغل كلاستر بعد كده وسلسلة واحدة بس ولسه شغل في نفس المكان ما بين العمودين بلف الخيط على الابرة وبادخل في نفس المكان وباشتغل عمود بلفة ومش هكمله ولف الخيط على الابرة يعني انا بسيب لفتين وادخل في نفس المكان تاني عمود بلفة وبرده ومش هكمله كده بقى معي تلات لفات هطلع منهم مرة واحدة هو ده شكل الكلاستر سلسلة واحدة بس فاصل وهلف الخيط على الابرة وهنا ركزه معي كويس هفوت المكان اللي هو ما بين العمودين وهروح على المكان اللي بعده ما بين العمودين ادي مكان ده بافوته وبروح على اللي بعده ودي طرف الخيط لسه معي ايه ادي عمود ومش هكمله في نفس المكان اخد الخيط وبرضي بطلع من لفتين بس وبعد كده بطلع من ثلاث لفات احنا بنشتغل اتنين كلاستر وسلسلة فاصل ما بين اللي اتنين كلاستر? وفي نفس المكان بدخل باشتغل الكلاستر التانية وبرجع تاني ادخل وبرضه بطلع من لفتين بس وبرطلع من التلاث لفات هي سهلة جدا كلاستر مكونة من اتنين عمود بلفة غير مكتملين ما ننساش في عندنا سلسلة فاصل ونبدأ شغل الاتنين كلاستر اللي بعده هنفوت الفراغ ده او المكان ده ونروح على المكان اللي بعده ما بين الاعمدة ونطلع من لفتينه بس وندخل تاني وبرضه نطلع من لفتين معي تلاث لفات بطلع منه وسلسلة فاصل ما ننسهاش وفي نفس المكان بندخل وبنشتغل بنفس الطريقة اللي الشغل بالطريقة دي بيخلي الاعمدة تدينا شكل وردة كده بسيط ودي سلسلة فاصل وهكذا يعني سلسلة فاصل قبل ما بنتنقل على المكان اللي بعده نفوت المكان ده ونروح على المكان اللي بعده ونشتغل بنفس الطريقة طبعا مش بنسميه فراغ لان ده المكان اللي ما بين الاعمدة هكمل كده بنفس الطريقة لحد نهاية الدور وهرجعلكم نقفل الدور مع بعض ونبدأ في اللون رقم تلاتة خلاص كده خلصت الدور ودي شكل الدور رقم اتنين عدد الكلاستر ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة ناشر اربعتاشر ستاشر كل ما كان اشتغلت في اتنين كلاستر ودي اخر سلسلة فاصل وهنقفل هنا في اعلى اول اتنين عمود انا قفلته نقفل كده بمنزلقه او اول كلاستر ودي سلسلة وخلاص كده بقص الخيط تمام كده وبرضه بنفس الطريقة طرف الخيط ده هاخده معايا في الدور اللي جاي لحد ما هيختفي انا قمنت طرف الخيط بالسلسلة اللي انا اشتغلتها في النهاية يبقى كده ده الدور رقم اتنين اللون رقم تلاتة اللي هنشتغل بيه الدور رقم تلاتة معايا اللون ده انتو طبعا بتنصاكو الالوان زي ما انتو عايزين وكمان تقدر تستفيدوا من بواء الخيط كويس قوي في وحدات زي دي هنا هبدأ من اي فراغ يعني هنبدأ من هنا اللي هو فراغ سلسلة اشتغل كده عقدة البداية شايفين انا هنا دخلت ما بين الكل اتنين كلاستر واللي بعده تلات سلاسل باعتبارهم عمود بلف بلف الخيط على الابرة ولسه شغله في نفس المكان كمان عمود مش هكمله وفي نفس المكان كمان عمود يبقى انا كده معايا تلات لفات التلات لفات دول هطلع منهم مرة احدى يبقى انا كده اشتغلت كلاستر ودي اتنين سلسلة فاصل وهروح على المكان اللي بعده ركزوا هنا انا بدخل هنا ما بين الاتنين كلاستر في السلسلة الفاصل وبنفس الطريقة بطلع من لفتين بس وبلف الخيط على الابرة وبدخل في نفس المكان وبرضو بطلع من لفتين بس الكلاستر عندي هنا مكونة من تلات اعمدة بلفة غير مكتملين اول كلاستر كان معايا تلات لفات هنا هيبقى معايا اربعة بطلع منهم مرة واحدة ونشتغل اتنين سلسلة فاصل ونتنقل على فراغ السلسلة اللي بعده شايفين هنا يعني انا بشتغل في كل فاصل سلسلة بنفس الطريقة بطلع من لفتين ده اول عمود بلفة غير مكتمل انا مفروض بشتغل تلاتة وكده العمود التاني ازبط بس كده طرف الخيط تمام كده نشتغل العمود التاني وندخل ناخد الخيط وبنطلع من لفتين بس والتالت ندخل ناخد الخيط ونطلع من لفتين بس معايا اربع لفات بطلع منهم مرة واحدة هو ده معنى الكلاستر اعمدة غير مكتملة وبشتغل اي عدد انا عايزاه يعني في الدور اللي فات كان عندي الكلاستر مكونة من عمودين بلفة غير مكتملين هنا تلاتة عشان طبعا التزايد ودي اتنين سلسلة فاصل وندخل في فراج السلسلة اللي بعده انا بقولك عشان التزايد عشان تفضل الوحدة عندي مفروضة ومزبوطة ما نلاقيهاش مكوسة او مرتفع من الاطراف ودي اربع لفات بخرج منه واتنين سلسلة فاصل همشي بنفس الطريقة كده هدخل على فراج السلسلة اللي بعده سواء ما بين الاتنين كلاستر او فراج السلسلة ما بين كل اتنين كلاستر واضح طبعا طريقة العمل ودي اربع لفات بنخرج منهم مرة واحدة وهكذا اتنين سلسلة فاصل الشهر اللي لحد دلوقتي مزبوط جدا ومفروض جدا الواحدة مستريحة ومارنة خلاص وصلت كده لحد نهاية الدور ودي شكل الواحدة لسه واخده شكل دائري لحد الدور ده الدور اللي جاي هتاخد شكل مربع هادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 2011 13 14 15 16 16 غرزة كلاستر انا اشتغلتها هشتغل اخر فاصل اتنين سلسلة وهقفل هنا في اول كلاستر انا اشتغلتها في اعلى اول كلاستر حلقة واسعة مندخل فيها ونشتغل منذلك ودي شكل الدور رقم 3 و خلاص كده نهيت شغل بشتغل سلسلة خلصنا شغل باللون ده وبقص طراف الخيط وبس كده خلصنا الدور رقم تلاتة وفاطلي كده خلاص الدور الاخير اللي هو رقم اربعة اللي هنخلي الوحدة دي فيه واخدى شكل مربع ودي كل اطراف الخيوط مفيش حك في ظهر الوحدة خالص لان انا كنت باخد اطراف الخيوط كلها معايا في الدور الجديد وده اللي هعمله في الدور اللي جاي اجهز كده اللون اللي معايا طبعا انتو بتنصكوا الالوان زي ما انتو حابين الوان هادية ده اللون الاصفر درجة تانية يعني من الاصفر اللي انا اشتغلته في الدور الاول انا بصراحة عجبني تنوع الالوان اللي انا اشتغلت به في الوحدة دي بدخل في اي فراغ طبعا كل الفراغات زي بعضة اشتغل عقدة بداية وبسحبها ومن هنا هشتغل اربع سلاسل والاربع سلاسل دول انا هتبرهم عمود بلفتين وانا هنا ببدأ شغلي بالزاوية عندنا مربع بلف لفتين وباشتغل العمود بلفتين التاني اعمدة مكتملة يبقى انا كده اشتغلت اتنين عمود الاربع سلاسل وهي عمود بلفتين ودلوقتي هشتغل العمود التالت بلفتين برضو في نفس المكان نطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين يبقى انا كده اشتغلت تلات عمود بلفتين وهشتغل فاصل ثلاث سلاسل وفي نفس المكان هشتغل برضو تاني ثلاثة عمود بلفتين ادي اول عمود بلفتين الدور ده هتنوع ما بين الاعمدة بلفتين والاعمدة بلف علشان لو مبتدئين الزواية باشتغلها بالعمود بلفتين علشان تظبط لي شكل المربع يعني وهتشوفوا دلوقتي هيطلع مظبوط ازاي ادي تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود عمدة بلفتين ودي الشكل الحدد دلوقتي هلف الخط على الابرة لفة واحدة لان انا هروح على الفراغ اللي بعده اللي هو فراغ اللي اتنين سلسلة وهشتغل هنا تلاتة عمود بلفة ادي كده العمود التاني والعمود التالت يبقى انا كده اشتغلت تلاتة عمود بلفة اقرر تاني تلاتة عمود بلفة في الفراغ اللي بعده اللي هو فراغ الاتنين سلسلة كده واحد اتنين والعمود بلفة رقم تلاتة المرة التالتة هكرر برضو تلاتة عمود بلفتين في الفراغ اللي بعده هدي واحد اتنين وكده رقم تلاتة يبقى انا اشتغلت تلات مرات ادي واحد اتنين تلاتة. تلات مرات اشتغلت تلاتة عمود. ودي كانت الزاوية هقررها هنا دلوقتي معكم. هنشتغلها بالاعمدة بلفتين. هلف لفتين وهدخل بالشكل ده وهشتغل تلاتة عمود بلفتين. كده واحد. اتنين. تابعوا معي لنهاية الفيديو علشان تشوفوا الشكل النهائي للوحدة. ودي كده العمود رقم تلاتة. واكيد انا مش محتاجة اقول لكم لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. ادي تلات سلاسل فاصل. يعني انا بكرر نفس شكل الزاوية. ولف لفتين وبرجع تاني اشتغل تلاتة عمود بلفتين. وبرضو هسيب لكم في صندوق الوصف لينك قناتي التانية كوروشي ستوديو علشان تشوفوها وتقولولي رأيكم. وقولولي رأيكم في التعليقات آآ يعني يقولولي رأيكم في الواحدة دي. وادي شكل. اشتغلت زاوية وجانب. وزاوية. وهكمل بنفس الطريقة. اشتغل معاكم كده جزء بسيط. ما تنسوش تقولولي كمان انتم بتتبعوني من انهي بلد. نشتغل كده تلاتة عمود بلفة. دي كده العمود التالت. وبكرر كمان مرة. المرة التانية نشتغل تلاتة عمود بلفة. والمرة التالتة بكرر تلاتة عمود بلفة. يعني احنا في تلات فراغات بنشتغل في كل فراغ. تلاتة عمود بلفة. ونتنقل للزاوية اللي بعدها. يبقى انا كده ادي تلات مرات مزبوط على تلات فراغات. وهنا هنشتغل نفس الزاوية دي بنفس طريقة العمل. هكمل كده بنفس الطريقة لحد نهاية الدور وهرجع لكم علشان نشوف برضو مقس الواحد. ورجعت لكم بعد ما خلصت الدور رقم اربعة. شايفين واحدة سهلة جدا جدا وجميلة. خلصت الدور رقم اربعة وكده خلاص انا خليت الواحدة بتاعتي واخدى شكل مربع. حابة ازاو الدور كمان على الدور ده بنفس اللون برضو ممكن. اه دي اشتغلت تلات مرات كده على تلات فراغات. ونقفل هنا خلاص كده لان انا كنت بدقة بالزاوية. بروح في السلسلة التالتة. نوضح كده السلاسل. علشان بس الجوانب ما يبقاش فيها جزء معوج. هدي واحد اتنين. وبدخل هنا في السلسلة الرابعة. لان انا كنت ارتفعت اربع سلاسل. بندخل في السلسلة الرابعة. علشان برضو لما نيجي لو حابين اشتغل دور كمان يبقى مظبوط. باشتغل كده سلسلة في النهاية وخلاص بقص الخيط. زي ما اشتغلنا في كل دور بالزبط. سلسلة في النهاية وبنقص الخيط. وطرف الخيط بناخده معنا تحت الغرز في الدور الجديد. طبعا اللي امتبعني لو حبيته تشتغلوا دور كمان الزواية هتشتغلوها بالاعمدة بلفة. لان احنا خلاص زبطنا شكل المربع. مش محتاجين نشتغل تاني الزواية بالاعمدة بلفتين. خلاص كده هنكمل على اعمدة بلفة في الزواية لو حابين يعني يشتغلوا ادوار كمان. عايز ايز بس كده معكم الواحدة. الواحدة ما اسهم عقول قوي. زي ما انتم شايفين كده حداشر سنتي حداشر سنتي في حداشر سنتي. يعني هي واحدة مش صغيرة. وعلى حسب صمك الخيط اللي انتم شغالين به. وعلى حسب لو هتشتغلوا دور كمان على الدور ده ممكن تشتغلوا دور كمان بنفس اللون الاصفر. ودي الزواية عندي نتأكد طبعا ان عدد الاعمدة ما بين كل فراغ الزاوية والتانية نتأكد ان عدد الاعمدة آآ متساوي مع بعض. انتم بتعملوا الخطوة دي قبل ما بتقصوا الخيط. وبس كده ده شكل الواحد. يتبقى لي الخطوة الاخيرة اللي هي خطوة تشبيك الوحدات. هسيب لكم فوق آآ في البطاقات قيمة تنشغل فيها شغل الوحدات كتير جدا مع اكتر من طريقة لطرق التشبيك. انا حبيت يعني اسيب لكم الخطوة دي مفتوحة. اختروا طريقة التشبيك اللي انتو عايزينها واللي تكون سهلة عليكم. سواء كان طريقة التشبيك واحنا بنشتغل الدور الاخير. او ممكن نشتغل كل الوحدات مكتملة. وبعد كده نشبك آآ الوحدات شغل تشبيك في منتهى السهولة. للمبتدئين على فكرة انا بكلمكم للمبتدئين. وان شاء الله تستفيدوا من كل الفيديوهات اللي في قيمة التشغيل دي. وتستفيدوا من كل الفيديوهات اللي على القناة. واسمع منكو دعا وحلوة في التعليقات. وكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. لحد ما نتقابل في فيديو جديد. هسيبكم في رعاية الله.